صباح الخير مشاهدين بالتوقيت الأمريكي يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتبعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومنها مع السمبراريا التصعيد في غزة ولبنان أوسن يبحث في أول اتصال مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس جهود التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة المدنيين ويعيد الرهائن الإسرائيليين إلى عائلاتهم أيضا في هذا الصباح بعد كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي مخططا إيرانيا لاغتيال ترامب طهران تنفي وتتهم ما وصفته بأوساط صهيونية بالسعي لمزيد من التعقيد في علاقتها مع واشنطن كذلك وبعد فوزه في الانتخابات محكمة واشنطن الفيدرالية تجمد بالطلب من المحقق الخاص جميع المواعيد المتعلقة بقضية دونالد ترامب بشأن محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 والبيت الأبيض أيضا يدين رسائل عصرية مجهولة المصدر استهدفت أمريكينا من أصول أفريقية في أنحاء البلاد والسلطات تحقق لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الرسائل دعونا نبدأ هذا الصباح في الولايات المتحدة بآخر الجهود الأمريكية لخفض توتراته في الشرق الأوسط حيث بحث وزير الدفاع الأمريكي لايد آسين في أول اتصال هاتفي له مع نظيره الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس الحرب في لبنان وغزة وفق ما أعلن المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان أضف رايدر أيضا في هذا البيان أن آسين أبلغ كاتس التزام واشنطن بيتوصل إلى اتفاق يسمح للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين النازحين بعد أكثر من عام على اندلاع العنف عبر الحدود بين البلدين بالعودة إلى منازلهم وكذلك بعودة الرهائن الذين خطفتهم حماس وناقش وزير الدفاع الأمريكي أيضا الحاجة إلى تحسين الظروف الإنسانية المزرية في غزة من جهة أخرى أعرب رئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة عن استعداده للعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل وفق بيان صادر عن مكتبه أقل البيان أن عباس قدم تهاني لترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية معربا عن استعداده للعمل معه لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية الدولية من جانبه أكد ترامب أنه سيعمل من أجل وقف الحرب مبديا استعداده للعمل مع الرئيس عباس والأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام في المنطقة أيضا في شأن المتصل نقلت وكالة رايترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في الدوحة لم يعد مقبولا وذلك بعد أن رفضت الحركة في الأسابيع الماضية أحدث مقترح لتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة أضاف المسؤول الأمريكي أن قطر قدمت هذا الطلب إلى قادة حماس قبل نحو عشرة أيام وكانت واشنطن على اتصال بقطر بشأن موعد إغلاق المكتب السياسي للحركة وأبلغت الدوحة أن الوقت قد حان وفقا لرويترز ونفى ثلاثة مسؤولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد ذلك سياسيا أما على صعيد الميداني فأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة سبت مقتل 14 فلسطينيا على الأقل في غارتين إسرائيليتين استهدفت مدرسة وخيام تؤوي نازحين في القطاع ناطق باسم الدفاع المدني في غزة قال إن غارة جوية استهدفت خيام لنازحين فلسطينيين في خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال فيما أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على عشرات المسلحين في شمال القطاع وأسفرت غارة ثانية عن مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وإصابة أكثر من عشرين بجروح عندما قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة تؤوي ألاف النازحين في حي التفاح بمدينة غزة بحسب الدفاع المدني قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن السلاح الجوي هاجم أكثر من خمسين هدفا في قطاع غزة ولبنان وبحسب ببيان الجيش فقد تم تصفية عشرات المسلحين وتدمير وسائل قتالية عديدة بما تواصل الفرقة 162 العمل في منطقة الجبالية وقضت خلال الأيام الأخيرة على عشرات مما وصفتهم بالمخربين كما أكدت العثور على مستودع أسلحة في المنطقة ودمرته وفقا للبيان قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أرقاما أولية تشير إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 46 بعد غارات جوية إسرائيلية على مدينة صور الساحلية بلبنان حزب الله المصنف على لوائح الإرهاب الأمريكية أعلن من جانبه عن استهداف قاعدة سوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمالية مدينة حيفا بصلية صاروخية يأتي ذلك فيما فدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية دمرت واحدا من أهم المنازل التراثية وتاريخية في منطقة نباطية بعدما استادفته بغارة أدت إلى تحويله لكتلة من الركام أيضا مشاهدين دعونا نبقي عينا على الميدان من خلال مراسلية الحرة معنا من غزة سيفة صوتي ومرام الله ثروة شقرة ومن بيروت رودين أبي خليل مرحبا بكم جميعا زملائي الكرام وصباح الخير لعلي أبدأ معك سيف ما هي المعلومات المتوفرة بشأن استهداف خيمة والبعض يقول خيام بمستشفى شهداء الأقصى نعم صباح الخير الحسن بالفعل يعني غارة إسرائيلية من الطائرات المروحية الإسرائيلية استهدفت خيمة داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى لربما هذا الاستهداف التاسع من نوعه منذ بداية الحرب على قطاع غزة هذا الاستهداف عدد من الإصابات بالطبع استهداف خيمة وإن كان بصاروخ من الطائرات المروحية ولكن يبقي أضرار كبيرة على باقي الخيام خاصة أن هذه الخيام هي من المواد البلاستيكية وسريعة الاشتعال ومتلاصقة ببعضها البعض وبالتالي إن كان الاستهداف لخيمة ولكن الأضرار تكون لباقي الخيام بشكل عام بالإضافة إلى ذلك أيضا أن هذه الخيمة أيضا الحسن بجانبها خيام للصحفيين وكذلك أيضا للنازحين وبالتالي نتحدث عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين أيضا داخل مستشفى شهداء الأقصى لربما هذه السياسة الإسرائيلية في استهداف خيام النازحين داخل ساحات المستشفى أو حتى أيضا في المناطق الإنسانية والمناطق الآمنة اتباحها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة على أي حال أيضا نحن نتحدث عن أكثر من 25 قتيل منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة تجاه مناطق مختلفة من قطاع غزة لربما جل الغارات والاستهدافات تتركز أيضا في المنطقة الأكثر سخونة وهي منطقة شمال قطاع غزة في ظل تواصل عمليات الجيش الإسرائيلي للشهر الثاني على التوالي الحسن في مخيم جباليا وكذلك منطقة تل الزعتر والضغط الذي يمرسه الجيش الإسرائيلي على سكان منطقة مشروع بيت لاهية في شمال قطاع غزة من أجل إخراجهم وتهجيرهم إلى المناطق الغربية لمدينة غزة وأحياءها المركزية الحسن نعم وبتأكيد أيضا سوف نستمع بشكل واضح لطائرات الاستطلاع التي تحلق في سماء غزة وربما استمع لها المشاهد نتحول الآن إلى ثروة شقرة في رمالة ثروة شقرة هذه المرة لعلنا نركز على الجانب السياسي كيف يتم التنسيق اليوم بين السلطة الفلسطينية وبين الولايات المتحدة لصياغة مستقبل المنطقة ومستقبل الحل السياسي في هذه المنطقة التي تعاني من النزاع لا تستطيع القيادة الفلسطينية أن ترى خطة للتعامل مع إدارة ترامب وفقا لتصريحات مسؤولين فلسطينيين وقياد من حركة فتح وبعد الانفتاح الذي عبر عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتعامل مع إدارة دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية ولكن يبقى هذا الانفتاح مموت بكيفية تعامل إدارة ترامب مع الحرب في قطاع غزة تحدث صباح هذا اليوم مع قيادي في حركة فتح وقال إنه تخشى القيادة الفلسطينية حقيقة أن يكون بالفعل هناك حل للحرب في قطاع غزة ولكن وفقا لرؤية نتنياهو ووفقا لوجهة النظر الإسرائيلية بما يتمثل ذلك الحسن بإعادة احتلال القطاع السيطرة وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على محور فلدلفيا والمعابر الفلسطينية المصرية بالإضافة أيضا إلى لربما الاستطان في قطاع غزة لذلك لا تملك القيادة الفلسطينية سوى الانفتاح على التعامل كيفية هذا التعامل ماذا سيحدث بعد تولي ترامب سدة الحكم في البيت الأبيض لا يستطيع أحد الإجابة عن هذا السؤال مع العلم أن هناك تأكيد من جانب رئيس السلطة الفلسطينية مرتين على أنه يسعى لتحقيق السلام وفق الشرعية الدولية هذه العبارة التي استخدمها في الرسالة أو برقية التهمية التي أرسلها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرة الأولى وفي الاتصال الثاني الذي جرى مساء يوم أمس بين الرجلين وأيضا قال وفقا لبيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية دونالد ترامب لمحمود عباس أنه يسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط لذلك الأيام المقبلة وبعد تولي ترامب من الممكن أن يكون هناك خطة للتعامل مع القيادة الفلسطينية يجب أن نذكر المشاهدون بأن السلطة الفلسطينية في ولاية ترامب الأولى كانت قد قطعت التواصل والاتصال مع إدارة ترامب خصوصا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبعد ما تصفها القيادة الفلسطينية بصفقة القرن المتمثلة بالتطبيع العربي الإسرائيلي وأيضا ضم الأغوار وضم الضفة الغربية وهذا أيضا ضم الضفة الغربية التي تخشى القيادة الفلسطينية من تنفيذه في خلال فترة ولاية ترامب للإدارة الأمريكية وضحت الصورة نتحول إلى رودين أبي خليل في بيروت رودين ما هي الأخبار المتواترة والمتواردة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية خصوصا بعد تبادل المواجهات الأخير حتى أن حزب الله أعلن أنه استهدف قاعدة إسرائيلية في حيفا بالفعل الحسن تطورات الميدانية متسارعة في لبنان في صور تحديدا لا تزال عمليات البحث عن أشلاء ومفقودين مستمرة هذه العملية في المدينة التي أغار عليها الطيران الحرب الإسرائيلي أكثر من مرة في الساعات القليلة الماضية خصوصا في الساعات الليلة الفائت وحسب وزارة الصحة اللبنانية ارتفع عدد القتلى في هذه المنطقة فقط إلى سبعة وعدد الجرحى ستة وأربعين ولكن لا تزال هناك عمليات بحث عن أشلاء وسيصار إلى إجراء فخصات والحمد لذلك من أجل معرفة وتحديد هوية هذه الأشلاء حسب وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل كذلك أغار طيران الحرب الإسرائيلي مرتين على بلدة الخيام في القطاع الشرقي بالإضافة إلى استهداف منطقة تبنين وكان هناك غارات جوية شنت على الحدود المباشرة بين لبنان وأسرائيل وأيضا داخل النبطية كان هناك سلسلة من الغارات منذ صباح هذا اليوم وصولا إلى ساعات الظهر بالتوقيت المحلي ومن ناحية أخرى أثار الغارات الجوية التي بلغ عددها 14 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال ساعات الليل لا تزال هذه الأثار موجودة الدخان الأسود لا يزال يتصاعد من المواقع المستهدفة واليوم أيضا الجيش اللبناني عمل على رفع صاروخ حسب ما قال في بيان له سقط بالقرب من منطقة بئر عبد في الضاحية ولم ينفجر وبالتالي عمل على إزالة هذا الصاروخ ونشر صورة لهذه الحادثة كذلك من ناحية أخرى حزب الله اليوم قام بهجمات عدة باتجاه شمالي إسرائيل قاعدة في حيفا وأيضا تجمعات لجنود إسرائيليين تم استهدافها من خلال إطلاق رشقات صاروخية متتالية منذ صباح هذا اليوم من جنوب لبنان وتم استهداف كريات شمونة وكذلك موقع المنارة ومواقع أخرى في شمالي إسرائيل وقد تم أيضا إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان من قبل عناصر من حزب الله هذا حسب بيان صادر عنه الحسن نعم أشكرك شكرا جزيلا رودين نبي خليل من بيروت ثروة شقرة مرة ملة وأيضا سيف الصويتي من غزة شكرا جزيلا لكم زملائي الكرام على هذه التفاصيل إذن مشاهدين أيضا في موضوع آخر له صلة بشكل أو بآخر مع ما يجري اليوم في قطاع غزة حيث قال وزير العدل الهولندي ديفيد فان في رسالة إلى البرلمان إن الحكومة تجري تحقيق في احتمالية ورود إشارات تحذيرية من إسرائيل لم يتم الانتباه إليها تتعلق بالأحداث التي أدت إلى اعتداءات على مشجعي كرة قدم إسرائيلي وضف أن التحقيق ما زال جاريا بهذا الشأن مشيرا إلى أن النيابة العامة أكدت أنها تهدف إلى تطبيق العدالة السريعة قدر الإمكان وأن الأولوية المطلقة هي تحديد هوية المشتبه به وأوضح أن التحقيق سيبحث أيضا فيما إذا كانت الاعتداءات منظمة بدافع معادات السامية نفأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء صحة ما وصفها بمزاعم أمريكية تتهم إيران بالضلوع في محاولة الاغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين تصريحات بقاء جاءت بعد إعلان وزارة العد الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت ثلثاء الماضي ذكر بقائي أن بلاده وجهت في الماضي اتهمات مماثلة وعشار إلى أن تكرارها في هذا التوقيت يمثل مؤامرة من أوصات صهيونية ومعادية لإيران على حد قوله وزارة العدل الأمريكية قالت أن الولايات المتحدة وجهت اتهمات لشخص من إيران على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضالع في خطة لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب الوزارة أوضحت في بيان أن فرهاد شاكري أبلغ السلطات الأمريكية أنه كلف في السابع من أكتوبر الماضي بتقديم خطة لقتل ترامب في غضون سبعة أيام وبحسب شكوى جنائية تم الكشف عنها في محكمة فدرالية في منهات فقد أبلغ فرهاد المحققين أن إحدى جهات الاتصال في الحرس الثوري الإيراني أصدر إليه تعليمات في سبتمبر الماضي بوضع خطة لمراقبة وقتل ترامب وقالت وزارة العدل الأمريكية أن شاكري البالغ من العمر 51 عاما هاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلا وتم ترحيله في عام 2008 بعد إدانته بالسرقع كما وجهت اتهامات إلى اثنين من سكان نيويورك كان شاكري قد التقى بهما في السجن لدورهما في مساعدته في التخطيط لقتل مواطن أمريكي من أصل إيراني في نيويورك يعدم المنتقدي النظام الإيراني وعلى الرغم من أن ممثلي للدعاء لم يحددوا هوية الناشط الإيراني المستهدف فإن الحديث هنا يدور حول الصحفية والناشطة مسيح علي نجاد التي انتقدت قوانين الحجاب في إيران وتعكس المؤامرة التي تم الكشف عن التهم الموجهة لأشخاص بشأنها بعد أيام قليلة من فوز ترامب الانتخابات الرئاسية ما وصفه المسؤولون الفيدراليون بالجهود المستمرة من جانب إيران لاستهداف المسؤولين الحكوميين الأمريكيين لمعرفة أيضا تفاصيل معنا من واشنطن مراسل الحرة علي جمال الدين علي أهلا بك في البداية علي ما هي المعلومات المؤكدة اليوم من وزارة العد الأمريكية وكذلك من الـ FBI بشأن هذه المحاولة هذه المعلومات جاءت بناء على اعترافات مسجلة في ربما خمس مرات التقت جهات التحقيق بفرهاد وأدل بهذه الاعترافات بشأن تلقيه أوامر من الحرس الثوري الإيراني بإعداد خطة لاغتيال ترامب في أحد هذه المرات قال أن هذه الخطة إذا لم توضع ولم تسلم حتى الآن ولم تسلم في وقت معين عليه أن يضع خطة أخرى لاغتياله بعد الانتخابات الأمريكية حيث كان يتوقع الحرس الثوري أن يخسر ترامب هذه الانتخابات وبالتالي يكون من الأسهل تنفيذ هذه الخطة هذا بحسب الاعترافات التي تسربت إلى الصحافة جانبا منها خلال الساعات الأخيرة هذه محاولة ربما يعني تعيد إلى الأثهان محاولة اغتيال مسيحة لننجاد التي ذكرت في التقرير وهي صحفية إيرانية موجودة في الولايات المتحدة كانت شديدة الانتقاد للسياسات الإيرانية ووضعت خطة لاستدراجها إلى أحد دول أمريكا الجنوبية وبالتالي اغتيالها هناك يعني لا توجد الكثير من التفاصيل لأن هذه مجرد البيان الذي أذاعه مكتب النائب العام وأيضا وزارة العدل الأمريكية ربما تتاح الكثير من التفاصيل لاحقا خلال التحقيقات ومحاكمة المتهمين في هذه القضية نعم طيب علي هل من ردود فعل حول ردة الفعل الإيرانية والتظلم الإيراني بأن إيران دائما متهمة يعني حتى الآن طبعا اليوم هو يوم عطلة في الولايات المتحدة لا يوجد رد فعل رسمي ولكن التحقيقات ذاتها سوف تفي بالكثير من التفاصيل التي تؤكد صحة هذه الادعاءات وما إذا كانت هناك بالفعل خطة موضوعة لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب أم لا وما إذا كانت هذه مجرد ادعاءات طبعا إيران كررت هذه المزاعم بعد الكشف عن محاولة اغتيال مسيح علي نجاد قبل أكثر من عام هذه المزاعم كانت موثقة وتحدثت عنها حتى مسيح علي نجاد هنا في قناة الحرة وكشفت الكثير من التفاصيل بشأن محاولات استدراجها إلى خارج حدود الولايات المتحدة لتسهيل عملية اغتيالها وبالتالي تكرر الإيران دائما نفي هذه الاتهامات عظيمة أشكرك شكرا جزيلا علي جمال الدين مراسل الحرة من واشنطن على هذه التفاصيل إذن جدد رئيس الوزراء الياباني تعهده بتعزيز القدرات العسكرية اليابانية وتعميق تحالفه مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقال الرئيس الوزراء الياباني خلال الاستعراض السنوي للقوات في معسكر ساكا بضواحي توكيو إن الوضع الأمني المحيط بالياباني والمجتمع الدولي شهد تدهورا ملحوظا نتيجة تصاعد التوترات مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية مشددا على ضرورة تعزيز القوة العسكرية اليابانية لمواجهة التهديدات المتزايدة وأكد أن التحالف الياباني الأمريكي يمثل محورا رئيسيا لتحقيق الأمن في المنطقة متعاهدا بالعمل بشكل وثيق مع ترامب استنادا إلى ما اتفق عليه خلال محادثة هاتفية قصيرة جرت يوم الخميس مؤخرا اخترقت طائرات حربية صينية وروسية المجال الجوية اليابانية واحدة تلو الأخرى هذا الأمر لم ينتهك السيادة اليابانية فحسب بل هدد أيضا سلامة اليابان وهو أمر غير مقبول على الإطلاق عجريتهم محادثة هاتفية مع رئيس المنتخب دونالد ترامب واتفقنا على العمل معا لتعمق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة وافقت القاضية في محكمة واشنطن الفيدرالية على طلب المحقيق الخاص جاك سميث تجميد جميع المواعيد المتعلقة بقضية رئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يخص محاولة قلب نتائج الانتخابات لعام 2020 وتحضر سياسة طويلة الأمد لوزارة العدل الملاحقة القضائية لرؤساء حالين عدم اليقين يلاحق قضايا ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القاضية تانيا تشوتكان في محكمة واشنطن الفيدرالية وافقت على طلب المحقيق الخاص جاك سميث بتجميد جميع المواعيد المتعلقة بالقضية ضد ترامب حول محاولة قلب نتائج الانتخابات عام 2020 سميث طالب بتجميد القضية لمدة شهر تقريبا حتى يتمكن المدعون من اتخاذ القرار حول متابعة مسار الدعوة بظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض مشيرا إلى منح الحكومة الوقت لتقييم هذه الظروف غير المسبوقة وذلك يعزل سياسة طويلة الأمد لوزارة العدل تحضر ملاحقة الرؤساء الحاليين قضائيا الادعاء طالب بتغيير الموعد النهائي لتقديم الوثائق السابقة للمحاكمة حتى الثاني من ديسمبر حتى يعلم المحكمة بنتيجة مشاوراته 21 من نوفمبر كان الموعد النهائي ليقدم محامو ترامب وثيقة قانونية تعرض حجة مفصلة حول عدم وجوب محاكمة ترامب إطلاقا في هذه القضية بسبب قرار المحكمة العليا الذي يمنحه حصانة من الملاحقات القانونية لإجراءات اتخذها عند توليه منصب الرئاسة سميث بدأ مشاورات مع المسؤولين في وزارة العدل حول أفضل سبيل لإنهاء قضية التدخل بالانتخابات والقضية الفيدرالية الأخرى ضد ترامب المتعلقة باحتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته المنصب حتى الآن سميث وفريقه لم يقدما طلبا مماثلا لتجميد جهود إحياء قضية الوثائق السرية التي تم رفضها بالكامل وهو قرار استأنفه سميث محامو ترامب في المقابل يعتبرون أن صفته كرئيس منتخب تستوجب وقفا فوريا للقضايا الأربع المرفوعة ضده ويتوقع أيضا أن يطالب محامو ترامب بإلغاء موعد إصدار الحكم ضده في نيويورك بالتهم الأربع والثلاثين حول تزوير سجلات بالإضافة إلى تجميد القضية ضده في جورجيا بشأن التدخل في الانتخابات من تكساس ينضم إلينا مراسلنا أحمد أرهيد أحمد أهلا بك معنا إذا عمنا على ما يبدو هناك خطوات نحو تعليق الإجراءات القضية ضد ترامب هل لك أن تطلعنا حتى الآن ما هي التهم المشمولة بهذا التعليق وإذا ما كان تم تحديد موعد آخر للبت في الحكم وإذا كان هناك أيضا إمكانية ترامب أن يعفو عن نفسه بامتلاكه للعفو الرئاسي في الحقيقة أود أن أوضح القضايا التي ستكون مشمولة بهذا الوقف بحسب المستشارين القانونيين الذين قرأتوا توضيحاتهم بشأن هذا القرار يتحدثون عن أن القوانين أو التهم ذات الطبيعة الفدرالية التي اتخذها دونالد ترامب عندما كان رئيسا وليس التي وجهت إليه في شخصه من قبل أن يكون رئيسا هذه هي القضايا التي تشملها هذه التعليقات في هذه القضية تحديدا والتي طلب جاك سميث وهو المدعي في هذه القضية طلب من المحكمة الفدرالية أن تقوم بتعليق كل المواعيد المقبلة لمدة شهر على الأقل هذا أمر لافت في الحقيقة هناك سعي من قبل جاك سميث على ما يبدو لما وصف قانونيا بخفض التعامل مع هذه القضايا ربما انتظارا لإلغائها جميعا أو إصدار عفو لدونالد ترامب قبل أن ينصب في العشرين من شهر يناير المقبل هو تطور لافت ولكن هناك نقاش أيضا يدور ما إذا كان دونالد ترامب سيعفو عن جاك سميث أم أنه سيذهب أيضا في اتجاه ملاحقته في الفترة المقبلة هناك في الحقيقة جدل كبير بين الجمهوريين فيما يتعلق بهذه القضية وما هي الخطوات التي ربما يتخذها الكونغرس في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالسجلات السرية وفيما يتعلق بالقضية ككل هذه السياسة الراسخة التي أشار إليها التقرير في وزارة العدل وهي التي تقضي بعدم إخضاع أي رئيس لأي محاكمة طالما أنه رئيس فهذه القضية بالتالي ستكون من غير الممكن أن يخضع ترامب لأي محاكمة طالما أنه سيصبح رئيسا في العشرين من يناير المقبل وذلك أيضا سيشمل قضايا فدرالية أخرى كالقضية الموجودة الآن أو المطروحة الآن في جورجيا والمتعلقة بالتدخل في الانتخابات لكن السؤال يتعلق بالقضايا الأخرى التي في محكمة نيويورك ومن بينها أكثر من ثلاثين قضية هل هذه القضايا أيضا سيستطيع دونالد ترامب أن يعفو عن نفسه في حال أراد ذلك أم أن ذلك لن يكون ممكنا حتى أن المحكمة العليا في شهر يوليو الماضي كانت قد أصدرت ما يشبه العفو والحصانة الرئاسية لدونالد ترامب عندما طلب ذلك قال أنه لا يمكن محكمته بأشياء قام باتخاذها خلال رئاسته مطالبا بحصانة رئاسية وذلك ما منحته إياها المحكمة العليا في شهر يوليو من هذا العام هذا الأمر أيضا كان قد علق عليه الرئيس جو بايدن أن ذاك عندما كان هنا في الحقيقة في مدينة أوستن بولاية تكساس تحدث عن أنه لا أحد فوق القانون وكان قد أبدأ اعتراضا شديدا على ذلك القرار الذي اتقذته المحكمة العليا أنذاك إذن من المنتظر أن يكون هناك أو من المرتقب أن يكون هناك جدل قانوني ولكن بشكل عام طالما أن وزارة العدل لا تسمح بأن تتم محكمة أي رئيس فإن ذلك يأتي في صالحي دونالد ترامب بلا شكرا شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من تكساس كنت معنا مرسل ألحر أحمد الرهيد نددت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والبيت الأبيض برسائل نصية عنصرية تشير إلى العبودية أرسلت من مزر مجهول أرسلت إلى أمريكيين سود في أنحاء البلاد هذا الأسبوع وقالت الجمعية أن الرسائل حفت المطلقين في عدد من الولايات حفتهم على التوجه إلى الحقول لجمع القطن وهي إشارة مهينة تذكر بعبودية السود في الولايات المتحدة وقال البيت الأبيض إن سلطات الاتحادية وعلى مستوى الولايات تحقيق في الأمر كما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه على اتصال بوزارة العدل وسلطات الاتحادية الأخرى فيما يخص الرسائل العدوانية العنصرية سوريا وينضم إلينا في الأستوديو زميلي المحرر بغرفة الأخبار عادل جسوقي عادل صباح الخير إذن كنا نتحدث قبل قليل عن استلام مواطنين أمريكيين رسائل نصية عنصرية أو وصفت بالعنصرية عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية ما كان فحوى هذه الرسائل الفئات الموجهة إليها وما هي أبرز نتائج التحقيقات فيما يخص هذا الموضوع بداية تنزينا هذه الرسائل الصادمة تنكأ جرح قديمة في التاريخ الأمريكي يتعلق بالعبودية التي أنهها الرئيس إبراهام لينكون في العام 1860 لكن ظلت العنصرية مستمرة حتى خمسينيات القرن الماضي واستمرت أيضا حتى سبعينيات القرن الماضي في بعض الجامعات الأحصيات تقول أنه أربعة آلاف شخص ملون أو أسود تم قتلهم أو شنقهم من خلال أو من قبل متطرفين بيض فيما يتعلق بهذه الحادثة على وجه التحديد ما حدث أن بعض الشباب والرجال السود تلقوا رسالة الرسالة النصية على هواتفهم إننا قال أنا قرأت طلعت بعض هذه الرسالة هي رسالة متنوعة لكن ماذا تقول تبدأ أولا بما يسمى في الإنجليزية هي كلمة تحقير للشخص الأسود وتطلب منه أنه في تواريخ محددة يعني بعض الرسالة تقول أنه في 11 نوفمبر أو يوم الاثنين القادم بعد غد ستأتي حافلة سوداء ستنتظر أسفل البيت ينبغي أن تكون مستعدا وستقلق إلى مزرعة حيث ستجني القطن وينبغي أن تكون مستعدا لعمليات تفتيش أو غير هل تعتقد أن هناك جهات منظمة معينة تقف خلف هذه الرسائل إضافة إلى أن شركة الاتصالات ألم تستطع تتبع هذه الجهات التي أرسلت مثل هذا النوع من الرسائل حتى الآن زينة ليست هناك معلومات كافية البعض يتحدث عن ربما جماعة تقفر هذه الرسائل وليس جهة واحدة ونحن بانتظار التحقيقات التي شرعت فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك جهات إنفاذ القانون لكن الأمر الذي ينبغي ذكره هنا هو أن رئيس الجمعية الوطنية لداعم الملونين في الولايات المتحدة ديريك جونسون هاجم الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقال أن هذه الحوادث ظهرت بعد انتخاب ترامب على وجه التحديد والبعض يستذكر تصريحات لترامب أو موقف حدث خلال تجمع انتخابي في العام 2016 حينما اعترض أحد الرجال السود على تصريحات ترامب فأمر أن يخرجوا من هذا التجمع وقال أخرجوه مثل الأيام الخوالي هل تتذكرون الأيام الخوالي وأنا أقتبس كلام ترامب بتاليلارة فعل حتى الآن من قبل ترامب أو من يمثله البعض يقول أن ترامب كان يقصد بالأيام الخوالي العبودية كما ذكرت زينة الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة لم يصدر عنه أو عن حملة الانتخابية أي تصرحات لكن نؤكد هنا أنه دائما ينفي أنه عنصري يقول أنه سيكون رئيس لكل الأمريكيين وأنه سيحدث تحسينات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي بما يعود بنفع على جميع الأمريكيين شكرا جزيلا لك زميلي عادل دسوقي المحرر في غرفة الأخبار على حضورك معي في هذا السوديو شكرا جزيلا يعيش أكثر من مئات ألف أمريكي من أصول عربية في ولاية أوهيو الأمريكية تعد مدينة كليفلند أكبر تجمع عربي في هذه الولاية وبعد الانتخابات رحب عدد من هؤلاء بفوز رئيس المنتخب دونالد ترامب بينما أكد آخرون ضرورة تضامن الأقلية معا لإيجاد خيار ثالث بعيدا عن الجمهوريين والديمقراطيين في كليفلند حيث يعيش تكتل كبير للأمريكيين من أصول عربية في ولاية أوهيو يعبر كثير منهم عن مخاوفه بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة طبعا أنا غير راضي عن أداء الإدارة بموضوع الشرق الأوسط والحرب الدائرة اليوم بغزة وفي لبنان عن موضوع ترامب عندي مخاوف يعني لا أن فيها أنا هاي المخاوف حكيتها لا الحملة نفسها يعني أنا حكيتها لشخص من عائلة ترامب يعني واستقبلها بكل رحابة صدر يعني هذا الفرق أنا عندما كنت أتواصل مع الحزب الدموقراطي أنا رحت على البيت الأبيض أربع مرات خلال السنة اللي فاتت حذرتهم من اللي رح يصير في هذه الانتخابات وقطعوا التواصل فتصويت لترامب هو أنا مدرك أنه في مخاوف أنا مدرك أنه في نهج يمكن يكون عنصري في نهج ممكن يضر ببعض من المجتمعات وربما لم تنحصر موجة دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ميشيغان في هذه الانتخابات وتخطط حدودها إلى هذه الولاية المجاورة في آخر شهرين قبل الانتخابات صار في حركة جدا قوية مع الجاليات العربية في ميشيغان ترامب وقته بيجي على ديربون وبيروح على قهوة على بيت قهوة لبناني وبتقابل مع الشعب العادي وبنفس الوقت هاريس عم تقابل هيدول الشخصيات بمقابلات مغلقة وبين هذا وذاك ذهب رأي آخر إلى ضرورة أن يصطفى الأمريكيون من أنصول عربية وراء خيار ثالث بالتأكيد يتعين أن يكون هناك خيار ثالث الحزب الديمقراطي تخلى عن الأمريكيين العرب نشعر بالخيانة منهم تركنا في هذه المعركة ويجب علينا أن نقرر إيجاد مسار ثالث وهذا سيتحقق بالوقوف متحدنا وبالتضامن مع بعضنا البعض لسنا وحدنا الجميع بات يشعر بالحاجة إلى ذلك وتميل كليفلند للتصويت للديمقراطيين وعلى الرغم من أن الكتلة الانتخابية للأمريكيين من أصول عربية لا تعد وازنة في هذه الولاية الحمراء لكن ترامب فاز فيها بنسبة أعلى من تلك التي حققها في 2016 و2020 يرجع مؤرخون زيادة أعداد المهاجرين العرب والمسلمين في كليفلند إلى الحروب في الشرق الأوسط بعد عام 1948 وبعد عقود تعود هذه الحرب لتلعب دورا كبيرا في خيار كثير منهم في الانتخابات الرئاسية سارة نور الدين الحرة كليفلند أوهايو أفدت صحيفة فينانشل تايمز أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب من روبرت لايتزر الانضمام إليه ليكون ممثلا للتجارة الأمريكية وأضافت الصحيفة التي نقلت عن نصدر مطلعتنا على محادثات فريق ترامب لتشكيل إدارته القادمة أن لايتزر كان واحدا من أبرز الوجوه في مجال السياسة التجارية خلال الولايات الأولى لترامب وأحد المفاوضين على اتفاقية نفتة مع كندا والمكسيك قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الفريق الانتقالي لرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمنخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين وجاء في تقرير صحيفة أنه من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على ترخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كالفورنيا وولاية أخرى بتطبيق معايير أكثر سرامة لمكافحة التلوث ترجمة نانسي قنقر وأن مشاهدين هذه نقلة لغرفة الأخبار معنا ينضم من هناك محمد بالدين ليطلعنا على أبرز ملفات الحرة الليلة لهذا اليوم صباح الخير محمد وما الذي ستناقشه في حلقته هذا اليوم صباح الخير زينة صباح الخير الحسن وصباح الخير مشاهدين الكرام اليوم في الحرة الليلة بعد نحو أربع ساعات من الآن نناقش عدة مواضيع أولها حرب غزة في يومها الأربعمائة وإعلان الجيش الإسرائيلي استهدافة خمسين موقعا في كل من غزة ولبنان خلال الساعات الماضية كذلك نناقش التقارير التي أوردتها وسائل إعلام من أن قطر ربما طلبت من مسؤولي حماس المقيمين على أراضيها مغادرتها والنفي من قبل حماس لسي أن أن أو مسؤولي حماس لسي أن 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 يكونوا قد تلقوا أي طلب من هذا النوع ونسأل لماذا لم يأتي النفي هذه المرة من جهة قطر وهل هو محاولة لجس النبض كذلك نناقش والاتصال الهاتفي بين الرئيس المنتقب دونالد ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية وحمود عباس وهو الأول له منذ العام 2017 وتأكيده له من أنه سيعمل على إنهاء الحرب ومع الأطراف المعنية في المنطقة والعالم من أجل صنع السلام هذه المواطع وغيرها نناقشها بعد نحو أربع ساعات من الآن في الحرة الليلة أتوق لانتظارك وأسمع كل هذه الملفات وتفصيلات أكثر عنها شكرا جزيلا لك محمد من جديد أهلا بكم مشاهدينا في أمريكا هذا الصباح شاهد حي كوينز في نيويورك صباح يوم الجمعة انفجارا عنيفا لسيارة الدفع الربعي تحتوي على استوانات غاز ومواد قابلة للإشتعال مما تسبب بأضرار للمنازل والمركبات المجاورة وخطوط الكهرباء العلوية وقال فريق الإطفاء أن سيارة كانت تستخدم لعمل البناء وتحتوي على عدة استوانات المغوطة مشيرة إلى أن عطلا في إحدى هذه الاستوانات أدى إلى انفجارها لتتحول سيارة إلى كرة نار حيث الحادث لم يؤدي إلى أي إصابات لكنه أضر بخمسة منازل وخمس مركبات ودع المسؤول المواطنين إلى الالتزام بتدابير السلامة عند استخدام وتخزين الاستوانات المضغوطة وبطاريات يالليتيوم بطريقة آمنة لتفادي أي إصابات أو أضرار محتملة ذلك في نيويورك أما في كاليفورنيا فحققت فرق الإطفاء تقدما في جنوب الولاية في احتواء نيران دمرت 132 مبنى على الأقل وضمها منازل بعد تحسن الظروف الجوية شرى توقعاته تقصل انخفاض سرعة الريح خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما قال قائد شرطة مقاطعة فينتشر أن 3500 منزل عاد إليها سكان وفي حين لم يتمكن سكان ألفي منزل من العودة منذ صدور أوامر الإخلاء من السلطات وقد امتدت النيران منذ الأربعاء على مساحة تقدر ب83 كم مربعا لكن تم احتواء 14% منها حتى مساء الجمعة الآن نذهب إلى الفضاء حيث أطلقت شركة سبيس إكس دفعة جديدة من أقمار ستارلينك بنجاح إلى الفضاء وانطلق صاروخ فالكون ناين من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية في كاليفورنيا أمس حاملا إلى المدار 20 قمارا صناعيا من ستارلينك ووفقا لقوة الفضاء الأمريكية فإن أكثر من نصف الأقمار الصناعية النشطة حول الأرض هي جزء من كوكبة ستارلينك سريعة النمو التي يملكها الملياردير إيلون ماسك نبقى مع أخبار الفضاء حيث يحاول عدد من رواد الفضاء التكيف من جديد مع الحياة على الأرض بعد قرابة ثمانية أشهر أمضوها في محطة الفضاء الدولية وفي مؤتمر صحفي أمس تحدث ثلاثة رواد فضاء عن معاناتهم من الدوار وتشتت الذهن والجلوس على الكراسي وثقل الأشياء تأخرت عودة أربعة رواد فضاء إلى الأرض بسبب مشكلات تقنية والتقسي القاسي بما في ذلك الإعصار نلسون فضلا عن ضرورات العمل في المحطة الفضائية الدولية كما تعرض بعضهم لمتاعب صحية استوجبت الإقامة في المستشفى إثر العودة إلى الأرض أعلم أن ثم تهتماما بحدثنا الطبي بعد الرحلة حيث حول مسارها إلى المستشفى ما تزال رحلات الفضاء شيئا لا نفهمه تماما فنحن نكتشف أشياء لا نتوقعها أحيانا وكانت هذه إحدى تلك الأوقات ونعمل على فهم ذلك وحفاظا على الخصوصية الطبية والسماح لعملياتنا بالتقدم بطريقة منظمة هذا كل ما سنقوله عن هذا الحدث في هذا الوقت للمزيد عن هذا الموضوع معي في الأستوديو الزميل في غرفة الأخبار أثير عادل أثير أهلا بك أثير أنت تتابع الفضاء كثيرا كيف يعاني الرائد بعد عودته من المحطة وما هو الدور الذي لعبته سبيس إكس هذه المرة نعم صباح الخير الحسن ولكل المشاهدين طبعا هذا الحدث الذي تابعناه في غرفة الأخبار بشأن محاولة هؤلاء رواد الفضاء الذين بقوا أكثر من 230 يوما في محطة الفضاء الدولية هذا الحدث يصلت الضوء على المصاعب الكبيرة التي تواجه رواد الفضاء بالتكيف عندما يعودون إلى الأرض وأيضا التضحيات التي يقدمونها والمخاطر التي تتعرض لحياتهم أثناء وجودهم هناك وأثناء نزولهم إلى سطح الأرض من هذه المشاكل التي يواجهونها والحيات التكيف معها هو الشعور بالدوار وأيضا الشعور بعدم التركيز وهذا كله ناجم والغفيان أيضا كله ناجم عن الجاذبية واختلاف الجاذبية مثلا أنا وأنت عندما نذهب مثلا إلى مركب قارب وننزل إلى الماء نحس بهذا الدوار أو أيضا لما ندخل في ألعاب تدور بعدما نخرج نشعر بالدوار هو هذا الذي يشعرون به وهذا يستمر عادة عدة أيام ثم يستقرون أيضا الشعور بثقة للأشياء لأنه الجاذبية في محطة الفضاء الدولية ضعيفة للغاية فلا يتعودون على حمل الأشياء كما نفعل هنا في الأرض فعندما يعودون يحسون بأن الأشياء العادية هي أشياء ثقيلة للغاية وبالتالي يتطلب هذا منهم تمارين رياضية كثيرة جدا لتمرين عضلاتهم مرة أخرى والعودة إلى أشعر بالأشياء كما نشعر بها الآن من حيث قلها أما دور سبيس أكس فهو دور يتنامى يوم بعد آخر بسبب القدرات الكبيرة لهذه الشركة وهي أول شركة خاصة تدخل في مجال الفضاء كانت في البداية تطلق وما زالت تطلق الأقمار الاصطناعية فوق مدار الأرض من أجل توفير خدمة الإنترنت الفضائية وبدأت بعد ذلك تدخل في مشاريع أخرى تتعلق بمحطة ناسا شكرا جزيلا أثير عادل زميل في غرفة الأخبار على رصد هذه المعلومات حول الفضاء ووجودك معنا في أمريكا هذا الصباح إذن مشاهدين هناك خبر آخر أيضا من فلوريدا حيث تعد منطقة لتل هفانا في مدينة ميامي معلما سياحيا بارزا لما تتميز به من مظاهر ثقافية تتعلق بكوبا التي هاجر منها الآلاف ليستقر في ميامي هربا من نظام كاسرو باحثين عن الحرية والعدالة حيث تعيش كوبا الأمس اليوم بهذه العبارة تستقبلك منطقة لتل هفانا الواقعة بمدينة ميامي المحلات والدكورات الخارجية وحتى الموسيقى توحي لك أنك في العاصمة الكوبية هفانا قصة الكوبيين اللاجئين إلى أمريكا وتحديدا في مدينة ميامي بولايات فلوريدا تعود إلى ستة عقود مضت حين هرب الآلاف من بطش نظام كاسرو الشيوعي بحثا عن الكرامة والحرية وبمرور الوقت لم يكن ذلك مانعا للحفاظ على هويتهم الكوبيون معروفون بتشبثهم بهويتهم حتى الأقمص التي يرتادونها ستجد فيها العالم الكوبي وهذا دليل على أننا شعب متعلق ببلده ليتل هفانا هي مثال حي على أننا جئنا إلى هذا البلد ولم ننسى من أين أتينا غير بعيد عن ليتل هفانا يقع متحف مخصص لإرث وتاريخ الكوبيين في أمريكا ورحلتهم منذ اعتلى في دالكاسترو سدة الحكم وكيف حكم البلد بقبضة من حديد وتسبب حكمه الشيوعي في سجن العشرات من المدنيين وفرار العديد منهم إلى الولايات المتحدة كل ثورات التاريخ الحديث فشلت لأنها جلبت حكاما ديكتاتوريين كما هو الحال في كوبا الثورة الوحيدة التي نجحت هي الثورة الأمريكية لأن جورج واشنطن أسس لدولة يحكمها القانون والمؤسسات الدستورية ويركز المتحف على كوبا التي كانت قبل حكم كاسترو دولة رائدة على المستوى العالمي في التربية والصحة وكان اقتصادها خامس أقوى اقتصاد في العالم لكن ذلك كله تراجع بعد حكم كاسترو الشيوعي يقول الكوبيون الأمريكيون إن قصتهم في هذا البلد هي قصة كل هارب من بطش الدكتاتورية ويقولون إنهم اكتشفوا في أمريكا الحرية التي لم يجدوها في بلدهم الأصلي حرده شافراء الحرة مايامي أمريكا هذا الصباح انتهت إلى اللقاء